موسيقى وكالعالم نبتدي حلقتنا دايما بأهم الكلام والأخبار اللي تقالوا عن النادي الأهلي في الصحافة موسيقى الأهلي يخوض ميرانو الأخير في أثيوفيا قبل مواجهة جيمة في دوري أبطال أفريقيا المساء الأهلي يبتعد عن جواسيس جيمة يوسف فرد السرية على التدريبات واهتم بالهجوم ودربات الجزاء موسيقى أخبار اليوم يوسف يؤكد صعوبة لقاء الإياب غدا الأهلي جاهز لعبور كمين جيمة الأثيوفي موسيقى الأخبار المسائي الفريق يختتم تدريباته في أثيوفيا ويوسف يحذر من تكرار الأخطاء موسيقى الأخبار المسائي معلول جاهز موسيقى الجمهورية معلول ورقة الأهلي أمام جيمة يوسف يحذر من المنافس ويطالب بهدف مبكر موسيقى الشروق يوسف يجري تغييرات على تشكيل الأهلي أمام جيمة الأثيوفي موسيقى اليوم السابع الأهلي يرفض المجازفة بالفتح ومعلول أمام جيمة ويقترب من ضم ديفندر أمبي موسيقى موسيقى هداف الكونفدرالية ومفاجأة في الطريق للأهلي موسيقى نروح معاكم سريعا لأهم التفاصيل الخاصة بأخبار النادي الأهلي من على الصحف ونبتدي بصحيفة الأهرام اللي قالت أنه بيخوض فريق النادي الأهلي تمرين والأخير النهاردة في العاصمة الأثيوفية هذه سبابة استعدادا لمواجهة تجيمة والمقرر لها بكرا إن شاء الله العصر الساعة 3 بتوقيت القاهرة في قياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي تفوق في مباراة الذهاب في برج العرب بهدفين نظيفين وإن شاء الله النهاردة يكون تمرين خفيف بعض الشيء عشان يتجنب المدير الفاني كابتن محمد يوسف الإرهاق على اللعيبة ويكون طبعا النهاردة التزريب هو الفرصة الأخيرة لتحديد موقف التنائي علي معلول وأحمد فتحي وإن كانت طبعا ناية الجهاز الفني هي عدم تدفع بيهم في المواجهة بتاعة بكرا دي بسبب الجوعهم مؤخرا من الإصابة كمان بيدخل كابتن محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي المباراة بحثا عن تكرار الفوز في أرض المنافس عشان تكون رسالة بأن النادي الأهلي هيبدأ رحلة استعادة اللقب القري الغايب عنه من 2013 واللي اخسرها في النسختين الأخرتين من المحطة الأخيرة قصاد الوداد المغربي والترجي التونسي على التوالي أكد كمان كابتن محمد يوسف أنه اتكلم مع اللعيبة عشان يتفادى الأخطاء اللي ظهرت في لقاء الذهاب على ملعب برج العرب وقال كمان أن الجهاز الفني بيجهز خطة متوازنة عشان يقدر يستغل الفرص ويسجل الأهداف مع الحفاظ على نظافة شباك النادي الأهلي قال كمان أن تأجيل المباراة 48 ساعة قد الجهاز الفني فرصة يقدروا يجهزوا اللعيبة بشكل مناسب فظل طبعا ضغط المباريات في الدوري المصري والبطولة الأفريقية وأنه واطل جدا في قدرة اللعيبة على تخطي المرحلة الصعبة دي مكملين أخبار النادي الأهلي من على الصحف ونروح للأخبار المسائي اللي قال أن أعلن خالد محمود طبيب تريق النادي الأهلي جهازية التونسي علي معلول من الناحية الطبية لخوض مباراة جيمال أتيوبي في إياب دور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا والمقارنة لها بكرا إن شاء الله أكد الطبيب أن علي معلول تعافة تماما من الإصابة اللي تعرض لها وأن اللعب به في لقاء الغد أو لقاء بكرا بيتوقف طبعا على رؤية الفنية الخاصة بالمدير الفني كابتن محمد يوسف كمان صحيفة الشروق قالت أن قرر كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي إجراء عدة تغييرات على تشكيل النادي الأهلي ليواجه جيمال أتيوبي بكرا في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا وواضح من خلال التدريبات الأخيرة أن في نية عند كابتن محمد يوسف أن هو يخوض المباراة بالتشكيل مغاير عن مبارياته الأخيرة وده لسببين السبب الأول هو رجوع العديد من اللعيبة المميزة أصحاب الخبرات زي شريف إكرامي وأحمد فتحي وتونسي علي معلول بالإضافة طبعا لاستعايد الجهود المغربي وليد أزارو بعد ما انتهى الإيقافة اللي كان وقع عليم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة مباراتين بعد ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسم اللي فات وطبعا السبب التاني هو رغبة يوسف في الاعتماد على اللعيبة اللي عندهم خبرات واللي اعتاده طبعا على اللعبة في الأجواء الممثلة لأجواء أثيوبيا ولسه طبعا كابتن محمد يوسف لحد دلوقتي بيفاضل ما بين العديد من الخيارات زي الاعتماد على أحمد فتحي في قلب الدفاع واللعب من محمد هاني كظاهير أيمن أما العكس وده اللي هيستقر عليه من خلال التمرين الأخير النهاردة على ملعب قديسة بايبة واللي بيستضيف المباراة وكمان علي معلول باورايب جدا من العودة للتشكيل الأساسي في مباراة بكرة بعد تأكد غياب أو جهزية عفوا اللاعب بدنيا وفنيا